اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا نستطيع أن ننجح بدون لا نستطيع أن ننجح بدون ترحكتين ترجمة عزلة تعاون تعاون استكشاف تعاون وفي كلمتين ما يدين نفس الميليم اللي هما ايه التعاون و التعاون يبقى قوم لا نستطيع أن نستطيع بدون التعاون أو بدون التعاون طيب قومنا رقمتين بسرعة لا أعجب هذه الموسيقى أنا لا أعجب هذه الموسيقى لأنها مزعجة مزعجة عكس أسحب الكلمة أو ألحب فقط سيكون كلمة عكس أو ألحب فقط كلمة أو ألحب أو ألحب أو ألحب أو ألحب أو ألحب بخطئ يعني معدف كلمة هذه سمع جدا او تماما او بلغبطش بينها وعندك بيزي بيزي معنى مززحم او مزغول كويت هادي ليش يبدي واحد يونيك يعني فريد وكام يعني هادي برضى وخليك عارف عنا هسلمك حاجه هنا بسرعة يارب تطلبان في الفيديو عندك كلمة كويت ها اللي هي تماما تماما وفيه كويت خليك فاكت بالسلمك مختلفة هو وفيه كويت يعني ينسحد او يغادر ودي هادي تماما تماما حالي ندخم عن الفيديو النامبر 3 كل ما يكون فيه حاجه اشتراك او انا اتفهمه انت بقى كتب عندك نوتبوك كل الحاجهات دى معي عشان تبقى نركز فاز جدا يحمى اطفالهم يحمى اطفالهم اهمية حاجه من المياه اسم هر بركز مادة في الفيديو النامذج يحمى اطفالهم هلا هي ات او او from او اغاني او 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 از مو يمين تيجي مع كلمة protect protect from bad companies يعني الصحبة السيئة يعني الصحبة السيئة bad companies احسن حد فيكم يبتكر ان كلمة companies معناها شركات لا صحبة لا صداقة from bad companies protect from protect against ناخد سؤال number 4 he forgot his mobile at the restaurant نسي الموبايل بتاعه في المطعم بعد كده احط نقطة وقال لي he found it when he came back رجعوا لما لقى لما رجعت طبعا هنا ده حاجة كويس ان هو نسي في المطعم ورجع لقى لما رجع لقى ثاني يبقى دي الحسن الحظ فانا اقولي الحسن الحظ هي معناها fortunately أو luckily لكن يبقى معناهم aren't unlucky or unfortunately لسوء الحظ possibly معناها ممكن مشتابع الإجابة خاصة number number 5 you must eat a piece of cake you must eat a piece of cake it's لازم أنا بعزما الحد هنا بعزما الحد warm invitation يعني بعزما علي عزوما جمده لازم تاكم من الكيكة دي it's not it's a awful بشعة horrible terrible terrible it's tasty لذيذة it's delicious number 6 i can't visit my uncle very often because he lives in a far away area بيعيش في مكان بعيد the words that can replace the word far away الكلمات اللي ممكن تحل محل لكلمة far away كلمتين far يعني بعيد اللي هي remote يعني بعيد distance وفتكر كلمة remote بال remote control تعطيها remote خلاص لكن distance يعني مسافة أو بعد remote مثل بعد comfortable يعني مريض i often walk to school with my friends because it's space my house عايزة اقول ان هي انا باخدها ماشي لغاية المدرسة علشان هي ايه من ناحية البيت بتاعي اوكي فاقول it's near how it's closed to my house my English teacher has a great on me has a great on me يعني له حاجة عظيمة عليا له ايه طبعا ما فيش غير كلمة التأثير طبعا مستر كلمة التأثير يعني effect و impact دائما تفقود on فاقول مستر 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 وعلى حال مستر معناه happy over the moon معناها delighted ومعناها pleased delighted or pleased لكن d معناها worried sad حزين stressed متوتر number 10 لما يكون في حاجة ما تكونش new او modern جديدة او حديثة تكون طبعا قديمة قديمة يعني old وقديمة يعني ancient طبعما البعية exotic يعني مصير advanced متقدم civilized متحدث number 11 number 11 I couldn't believe it when I saw that the bus was empty يعني ما قدرتش سادة ان انا شفت وتوبيس فودي the antenna of the world عكس ان تلكم ممكن يجيبها لك opposite او antenna فوق وانترم وانترم فوق وانترم فاضي وعكسها busy مزدحم او مكان مزدحم او مليان وانترم 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 السياحة helps more job opportunities يعني فرص عمل فرص عمل اكتب معايا او تزاود معناها provide ومعناها create create يعني تخلق او تزاود تمام؟ دي كانت اجابات التدريب على السؤال وهو فيه 5 choices ونختار منه اجابتين لأجابة 1 ندخل مع بعض الشباب على أجابة 2 طبعاً watch أو monitor لا تنفعش look ولا see ولا donate يعني يتبرع people around the world الناس حول العالم admire محمد صلاح معجبين admire يعني يعني يعجب بمحمد صلاح the synonyms of admire مفردات كلمة admire are a في كلمتين يدب معنى admire appreciate يعني يعجب أو يقدر praise يعني يمدح لكن disapprove يعني يعني لا يعجب check يفحص donate يعني يتبرع number three my father advised me not to space with bad people والدي نصحني ان انا ما عملش مع the bad people not to make friends ان انا ما عملش معهم صداقات وان انا be friend اكون ايه be friend the verb معنى يكون صداقات يكون صداقات طيب هنا هنا في حاجة يعني avoid اتجنب طبعا مش مش و do friends ما تنفعش و cause friends ما تنفعش ماشي يعني ممكن يجيب لك تركيبات يبدو ليك ان هي تبقى ماشية كويس عادي ومديها sense في الانجلس لكن هي كلغة غلطة clever students always do their best to reach their not الطلبة المتميزين او الطلبة الشاطرين او المهرين clever students always do their best يبذلوا قصاري جهدهم to reach their not بيبذل اقصى موجود عنده لكي يصل الى اي حكتين الهدف طبعا الهدف الهدف اللي هو يا اما goals يا اما كلمتي homes يا goals يا امز يا امز يا امز يا امز يا امز يا امز لكن همز لا تنفعش والاكسام ولا كورسز number 2 we should protect wild animals that are endangered لابد ان نحمي الحيوانات المتوحشة المعرضة للانقراض endangered يعني معرضة للانقراض اكتب معايا علشان الكلام ده لو يجالك ما تتفق اش بيه the antonyms of wild عكس كلمة wild ممكن يجيبلك يقولك the opposite او the antonyms عكس كلمة wild عكسها team يعني اليف وعكسها domestic يعني منزلي يعني بيتربى في البيت pretty جميل strong dangerous number 6 to save the injured man عشان ننقذ الرجل المصاب after the accident many people space blood to him ناس كتيرة اتبرعوا له دم او ادوله دم اتبرعوا donated او gave لكن took made و did number 7 my english teacher asked me to space my spelling mistakes in the essay question طلب من المستر بتاع الانجليش طلب مني نعمله في سؤال المقال في ال spelling mistakes بتاعتي ان انا اقللها شوي reduce يعني احاول احسب من ال spelling بتاعي و decrease يعني يقلل اما الباقي raise يعني يزاود و repeat يكرر و increase يزاود لا ينفعوش you should be ready for the interview لابد انك تكون جاهز للانترفيو المقابلة the word interview can be used as ممكن استخدمها كA في الانجليش interview noun مقابلة و interview برضو معناها verb يعني يقابل لك ما تنفعش adverb ولا preposition ولا adjective الادفرب الادفرب الحاجة اللي تنتهي ب ly او اللي توصف الفعل بيحصل ازاي prepositions اللي هي زي in و on و at و over و under الادفرب الحاجة اللي توصف الانسان او الاشياء بعض المنظمات try to not unique world animals بتحاول تعمل ليه الحانات الفريدة من نوعها بتحاول تعمل لها ايه save تنقذها و protect تحميها لكن hurt بمعنى يأذي ما تنفعش و damage يتلف و employ يوظف طبعا ما ينفعوش ندخل بعد كده على نمبر 10 do you think being famous is a good هل تعتقد انك تبقى famous is good or bad thing ان الواحد يبقى مشهور دي حاجة كويسة او حاجة وحشة the word famous كلمة famous can be replaced with ممكن نستبدلها بايه كلمة famous ايه البدائل الليها يعني well known مشهور او او الحاجة التانية celebrated ماشي لكن well built يعني البنية الجسدية بتاعتي الكويسة separated مفصول amazed او منفصل amazed يعني مذهل طبعا دي مش بتديها معنى كلمة famous نمبر 11 to space means to give money or goods to people or a person or organization ان انا ادي فلوز اتبرى يعني طبعا اتبقى donate خدناها قبل كده وقلنا contribute برضو يساهم او يعطي ماشي لكن الباقي رو بيسرق رور يزقر اتاك اتاك بمعنى يهجم يعني نمبر 12 نمبر 12 جسد Beh, to be dangerous is a good quality sorry to be generous نكتبع كريم is good quality دي صفة كويسة كلمة quality يعني صيفة تفليك اكتبها عندك برضو دي مهمة صيفة نكتب كريم كريم عكس جنرس الشخص الكريم عكسها ايه طبعا عكسها شخص اناني او عكسها شخص بخيل مين اقول ابو البيع شير في المرح محبط ندخل بعد كده على unit 3 ندخل 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 من الشيء انا بتشعر بشيء after meals in Egypt الحاجة الكامل العادية يعني can be replaced by usual or ordinary لكن مش rare أو limited محدود أو unique number three everyone should do a job to stay small كل شخص لابد انه يكون عند وضيف عشان to not money to make money or to earn money make money or earn money هتقول لي طب ما جينا لا جينا اقول لك جينا مادية اصدر حاجات المعنوية بس زي gain knowledge gain speed gain weight يزيد وزيء في السرعة يزيد في المعلومات دو ما تنفعش و send money طبعا انا مش بيكون عندي وظيفة لا يجب انه يكون عندي وظيفة عشان اصدر فلوس لا عشان اجي فلوس my uncle waleed is not he travels abroad a lot to buy goods اللي بيسافر ببرا كثير عشان يشتري بضائع هو اذا ايه trader تاجر ادوى الوحدة والتانية merchant تاجر او merchant لكن expert معنا خبير architect معناها مهندس معماري author معناها مؤلف author معناها مؤلف number five it's kind of you to do such voluntary work من العاصف منك انك تعمل العمل التطوعي عمل تطوعي اجتماعي عمل تطوعي the opposite of the word voluntary عكس voluntary compulsory او obligatory اللي هو الاكبار compulsory او obligatory the unpaid يعني مش بدي فعله optional اختيار ما هو فعلا اختيار uncelaried يعني بدون مرتب ما هو فعلا uncelaried العكس compulsory او obligatory يعني اكباري اكبار the river nile plays an important role in the progress in egypt النهر النيل دورا هاما في تقدم مصر نولي has an important role له دورا هاما او plays an important role يعني يلعب دورا هاما طبعا البائي ما ينفعش obeيذ بطية سيف يوفر it's illegal to space the law it's illegal غير شارع انك تعملي القانون انك تبريك the law او disobey the law لكن follow ما تنفعش obeيذ respect كله ده بليجة مش illegal نكمل مع بعض unit 3 unit 3 charitable organizations do their best to help miserable people تبز القصار الجهده لكي تساعد الناس البؤساء the synonyms of the word miserable are مرادفات يجب انك تعرف ان هذه مرادفات كلمة miserable المرادفة rich depressed بائسة او depressed لان البيع educated متعلم powerful rich imagine imagine my note on knowing i owed twice as much as i thought i did تخيل ايه لما عرفت ان انا مديون بضعف اللي انا كنت تفكر علي تخيل ايه my astonishment or my surprise astonishment or surprise لكن انا بصف شيء لو قلت amazing or surprising or brightness or brightness يعني لما عين ماشي طيب بعد كده number 10 you shouldn't treat him as a child you shouldn't treat him as a child من تعملش معاك طفل he is not who can care about himself هو حد ناضج يعني he is adult or grown up لكن infant يعني طفل حد لسه بيتعلم المش baby يعني طفل رضي number 11 i'd like to space notes during the english exam خلاص notes يعني ملاحظات i'd like اثناء الدرس درس ال english this helps me to understand well طبعا تبع ايه make notes i'll take notes يعني دون ملاحظات اخر حاجة number 12 it's against the idea of wasting my ضد it's against the idea of wasting much time ضد فكرة انك تضيع وقت on social media على مواقع تواصل الاجتماع everyday the anthem of the word against عكس كلمة for or with يعني انت هنا مؤيد ودي برضو معناها مؤيد خلاص يبع عكس كلمة against with or for البائي ما يمفعش اشترك 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 شروع اشترك 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 اشتركوا في القناة